ننتقل إلى كفر سماع إذ لا يزال الشيخ أمل رباح من بلدة كفر سماع في الجليل لا يزال يسعى لإبطال أمر هدم السقيفة التي بناها من حديد في أرضه الزراعية والتي يقول أنها غير مخالفة للقانون ذلك أنه بناها بلا سقف ويسعى الشيخ أمل رباح أن يتم إبطال هذا القرار استنادا إلى القانون والشيخ أمل رباح ينضم إلينا الآن في بث حي ومباشر مساء الخير شيخ أمل رباح أصعد الله مساءكم بكل خير ومحبة شيخ أمل لحضرتك ولجميع المستمعين أهلا وسهلا المشاهدون أهلا وسهلا فيك شيخ أمل أريد أن أسألك أين تقف القضية إلى أين وصلت هذه القضية ونحن نتابعها منذ أيام في موقع بنت وأيضا في قناة هلا أولا أتقدم لكم بالشكر الجزيل على توجهكم لي اليوم من أجل إجراء هذه المقابلة نحن اليوم نقف على عتبة الالتقاء في أروقة المحاكم والذي يشرفني ويمثلني المحامي الدكتور من قرية كفر سميع الدكتور والأستاذ قيس يوسف ناصر ففي الأيام القريبة سوف يكون هناك جلسة للبحث في إجراءات هذه القضية التي كان قرار لا يليق في إصداره حيث تم إصدار أمر هدم حضرتك قلت سقيفة يريد لو في سقيفة ما فيش شي يعني هي عمليا هي أعمدة حديد وكما أشاهدتم حضرتكم في الشريط المسور من الأرض ما بعد ما فيش سقيفة نعم فإحنا موجودين لحد هذه اللحظة عم نستنى قرار المحكمة وإن شاء الله أن نتأمل من الله سبحانه وتعالى أن يظهر الحق ويسقط الباطل وهذا الأمر الهدم يبطل نعم الشيخ أمل أنت فعلا كنت هي ليست سقيفة هي أشبه بكتبان حديدية السؤال متى وضعت هذه الكتبان على هذا الشكل متى وضعتها في أرضك الزراعية نعم هنا أنوه بالذكر أنه قبل خمس سنوات أقمت سقيفة أعلى مننا اللي إحنا منسميها عزبه نعم هاي الأرض إحنا إلنا جذور وإحنا من نحافظ على أرضنا فهاي العزبهي بنيت من قبل خمس سنوات نعم ما أعطوني أمر هدم إلى بينما هي نفس القسيمة اللي هي مريستة بالحياة أبوي فهني إجوا لهاي السقيفة اللي خلينا نسميها سقيفة نعم وهم أصدروا أمر هدم بهذه السقيفة بينما اتجاهلوا السقيفة اللي فوقيها بينما هي بينت من قبل خمس سنوات وهم يعترفون بذلك نعم لا أريد أن أتطرق إلى صلب الموضوع هم يعرفون دائرة اللجنة التنظيم والبناء للغير مرخص هم يعلمون ونحن أنا شخصيا بتواصل معاهم طريقة التلفون والواتس أب وفي تواصل بناتنا وأنا عرفتهم ليش هن عملوا هذا القانون الجائر نعم هذا قانون يجب أن يبطل نعم شيخ أمل هل في محيط أرضك الزراعية بنايات حتى وإن كانت من حديد يعني بنايات مش مبنية من البلوك وما إلى ذلك والبطون هل هناك في بنايات زراعية اللي برضو تلقت أوامر كهذه طبعا إحنا لشك أنه المجتمع العربي عامة والمجتمع الدرزي خاصة يعاني من هذه المشكلة والآفة الخطيرة التي تواجهنا وحضرتك تعلم أنه هناك 25 ألف أمر هدم لبناءات غير مرخصة هذا لا ينتهي هذه القضية لا تنتهي فقط على قرية كفر جميع إنما هذه القضية تنتوي على المجتمع العربي عامة والمجتمع الدرزي خاصة فهذا البناء من ناحية قانونية يحق لي أن أعمل مغزا زراعي اللي هو بعده ما فيش إنه سقيفة لا زينكو ولا بطون بل كأنا بدي أعمل عريشة إنب لربما ما أريد أن أزرع عريشة إنب يحق له ذلك بينما لو لئنا على منطقة الهضبة مثلا أعطيك مثل في مرومغولان هناك العديد من هذه القضبان الحديدية وبحط عليها أسلاك وبزرع عليها سجرة الإنب ألا يحق لي أن أنا أشغل بأرضي في نطاق القانون طبعا أنا رجل دين بعرف القانون وهي مخالفة وهي سابقة قضائية أولى في دولة إسرائيل الذي يصدر بحقي أمر هدم لبناء من دول ثقيفة ولا بطون فيش قانون يمنعني عن هذا الأمر نعم وفشق أي قانون يمنعني من هذا الأمر توقعاتك شيخ أمر رباح كيف ستنتهي هذه القضية إحنا أنا ألا راد أملنا كبير بالدكتور قيس ناصر إن إن شاء الله هذه القضية أنا ألا راد سوف يبطل أمر الهدم طبعا في الأيام القليل القادمة سوف يكون لي لقاء أيضا باللغة العبرية نعم ويكون لي عدة لقاءات مستقبلية هذا بتعلق بالقرار اللي بدي يصدر في الأيام القليل القادمة وهنا أدوه بالذكر لدولة إسرائيل أوجه رسالة من حق الإنسان لأنه الساكت عن الحق شيطان أغرص لا يجوز لنا أن نبقى مكتوفية الأيدي وساكتوه عن الحق أنا إحنا من حق معنا نمشل بأرضنا فأحب أوجه رسالة مختصرة جدا طبعا أنا رجل دين أنا بعيد عن السياسة جدا بعيد عن السياسة نتأمل جواب لسؤال حضرتك نتأمل أن هاي القضية لهذا الأمر البناء الأمر البناء يبطل لأن هاي سابقة قضائية في دولة إسرائيل أنه يصدر أمر هدم لبناء اللي هو بعضهم مش معروف لإشيه زي ما حكينا هذيك اليوم يوم السبت الماضي أن العصفور إذا بيخوت بالشرق بيطلع بالغربة هاي اللي السقيفي لا تخدم ولا لأي مصلحة ولا لأي هدف لا بغدر الرب فيها جاجة ولا بغدر بل كما تنظر عني شي تأمي باليها حقي ففي هون مقطة مهمة جدا اللي أنا طبعا مش متعلقة بالسياسة أبدا إطلاقا قبل ما يقير بالشهر كان هناك في منطقة المركز لا أريد أن أدخل في التفاصيل كان هناك قضية اللي هي قومية نعم كيف نسمع أنه قومية فأنا كل يوم صباحا أسمع ريشد ديت باللغة العبرية فالمراسل سأل أحد اللي ممكن يكون كتاب للشؤون العسكرية قالوا لماذا لماذا بعد عشرة أيام تم إلقاء القبض على الجاني عشرة أيام استكثروا العشرة أيام كيف 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 مسكوا الجاني يا هل ترار السؤال الهون اللي بترح نفسه أخي الكريم إن هاي الضائقة كل العرب بدولت إسرائيل وخاصة أطواء في الدرزية العشرة أيام مسكوا الجاني خلال عشرات السنين ما فيش حلول للمشاكل للبناء لتوسيع الخرايط لتفشي العنف تفشي الإجرام عندنا بالمجتمع العربي نعم أما هو دور ما هو أين هو دور المؤسسة الحكومية في هذا الشأن طبعا كمان مرة لدي العديد من الحديث هناك العديد من الموضوع التي يمكن أتطرق إليها ولكن ليس الآن نعم لربما في المستقبل القريب إذا لم يكن تجاوب من هذه الدائرة التي هي تجور علينا نعم بالشيء الكثير لربما يكون هناك خيمة احتصان سلمية طبعا أنا رجل سلم نحن ليسنا رجال حرب نعم وقت من نحارب منعرف أن نحارب بأي طريقة من نحارب ولكن نحن رجال سلم نعم لربما يكون هناك في الأرض نفسه خيمة احتصان سلمية وأدعو الجميع الجميع المهير العربية أن يجوا يتفضلوا على فجان قهوة وكل إنسان يأتي رأيه ونشكي ألمنا إحنا بطريقة حضرات وسائل الإعلام مش كهمنا احنا لهذه الدولة طبعا كمان مرة انا هاي مش يعني مش هاي مش مش تحريط لا سمح الله احنا كمان مرة احنا رجال سلم نعم واضح الشيخ امر رباح القانون يسمح باقامة بالاعتصام وبالاحتجاج السلمي انت لم تحرد اريد ان اشكرك الشيخ امر رباح من كفر اسميع سنتابع هذه القضية والتي كشفها ونشر عنها في البداية زميلنا الزميل عماد غضبان سنتابع هذا الملح بارك الله فيك لو سمحت لي كمان دقيقة اتقدم بالشكر الجزيل اي نعم اتقدم بالشكر الجزيل لجميع الذين اتصلوا ويتابعون هذه القضية اقدم لكم بالشكر الجزيل من جميع الطوائف من دون استثناء حتى يهود حكوا معي بهذا الموضوع فلكم الشكر الجزيل راجيا من الله تعالى ان تحل جميع القضايا بهذا الشأن البناء الغير مرخص في القرى العربية في المجتمع العربي عامة والطائفة الدرزية خاصة اشكركم جزيل الشكر والانتنان شكرا شكرا الشيخ امر رباح كنت معنا في بطحة مباشر من كفر اسميع شكرا العفو